صباح الخير ازايكم عاملين ايه ورجعت لكم باكلة جديدة من بيت العيلة واكلات نرمين هي مش اكلة هو فطار يعني انا نصحة الصبح عايزين نفطر فطار حلو اه طبعا كلنا ازواجنا اجازات في البيت ولو استاد بتشتغل برضو اجازة عايزة تغيري فطار غير الموتات طيب نعمل ايه قلت اعمل شوية قرص طرية نفطر بيه انا بناتي كانوا نايمين واللي كان بيصورني جوزي قلت له تعالى يعادل نعمل ايه نص كيلو دقيق كده ايه البنات يصحوا من انهم يفطروا بيه وحاجة حالو معايا نص كيلو دقيق معايا زرة ملح دقيق طبعا منخول خلينا متفقين اي معجناتها تعملها هتنخول دقيق معايا نص كيلو دقيق انا قلت يا دوبك على قد الفطار انتي حابة بقى تضعف الكمية براحتك بس ده نص كيلو دقيق زرة ملح ربع معلقة بيكينج بودر معلقتين لبن بودرة حلو جدا لبن البودرة انا اي معجنات بحب احط فيها لبن بودرة بيخلي الحاجة معايا غنية وكلها كالسيوم وفيتامينات بالذات لو انتي عندك اطفال اهتمي قوي بالنقطة دي بيقوي العظم جدا يعني لو اي ام فينا بتشتكي من ان ولادها عظمهم ضعيف لبن البودرة ده بيقوي العظم جدا 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 نرجع تاني للعجينة القرص الطريقة بتاعتنا معايا نص كيلو دقيق معايا زرة ملح ربع معلقة صغيرة بيكينج بودر معلقتين لبن بودرة اي نوع لبن بودرة تحبيه ومعايا ربع كوبية سامنة برضو اي نوع سامنة حابة تحطيه ومعايا نص معلقة خميرة فورية ومعلقة سكر نص معلقة خميرة فورية لها معلقة صغيرة ومعلقة صغيرة سكر بودرة يا جامعة وشوية مية فترة حابة مية فترة انا حطيت نقطة مية سخنة من الكتل وزودها نقطة كده من الحنفية وهدو فيهم خميرة واسبهم على جنب لحد ما اعمل الخطوة اللي انتو هتشوفها دي في العجين على فكرة القرص الطرية ممكن تتاجين بالايدة عادي خالص بس انا بستخدم الهند ميكسر علشان انتو عارفين ده يوتيوب وتصوير وبرده بحب اهتم بالشكل العام لان انت وغيرك وغيرك بيتفرج فطبعا ببقى حابة ان الحاجة تطلع بقى احسن صورة انما انت طبعا في البيت لما تيجي تعملي بايدك عادي خالص لو ما عنديكش الستاند ميكسر عندك يبقى حلو جداك ما عنديكيش برضو ايدك هتبقى احلى واحلى انا جيت في الستاند ميكسر حطيت الديق طبعا عليه زرة الملح عليه معلقتين اللبن البودرة عليه ربع معلقة بيكينج بودر وعليه السمنة بتاعتي دي سمنة بلدي انتو حابة تستبديلها باي نوع سمنة دي حرية شخصية بتاعتي وهنزل بالكلام ده كله في العجين واجب الخميرة حطها عليه وعجيني الكلام ده كله انا هعمل قرص طرية يعني عايزة لبن روي ده لبن رايب طب انت حابة تعملي القرص وشفتيني بقى بعجن باللبن ده وقلت بس مش هينفع عاملها عشان انا ما عنديش اللبن اللي نرمين عاملة بيه لأ تعالي قولك لو ما عنديكش لبن رايب ده هتجيبي لبن جاموسي عادي خالص بتبقى احلى واحلى بس انتو عارفين احنا في اجازة عيد وما فيش لبن دلوقتي في الشارع يعني فده لبن رايب كان بتاع جونير بنتي في التلاجة فجبته اخدت منه هتجيبي كمية اللبن المناسبة لبن جاموسي سيما اتفقنا وتحطي عليها حابة خلصه غنونة جدا هتلاقي اللبن بقى معاكي رايب تعجيني بيه بيبقى احلى واحلى وده سيم تمام بس انا حبيتي ان انا خلاص طقت في دماغي الفكرة ان انا اعمل شوية قرص طريق الصبح للفطار قمت قلت اشغل نفسي باي حاجة موجودة في البيت وفتحت التلاجة لقيت اللبن بتاع جونير فقلت استخدمه وفيش اي مشكلة طبعا النص كيلو دل دقيق اخد مني تقريبا متين وخمسين ميلي آآ لبن رايب آآ ما عندي كيش ميزان هتحطي واحدة واحدة حد ما العجينة بالمنظر اللي انت هتشوفيه تبقى معاكي كده برضو اللبن رايب من ضمن السوايل فان هو احنا اتفقنا ما ننزلش بالسوايل بتاعتنا مرة واحدة واحدة بصي اهو اخدت معايا متين وخمسين ميلي متين وستين ميلي فتنزلي واحدة واحدة بالحاجة السيلة بتاعتك لحد ما تشوفي العجينة معاكي بقت كده خلاص لمت تمام طيب هتمسكيها لقتيها نشفة شوية حابة تزاودي نقطة مية ماشي حابة تزاوديها لبن رايب ماشي جي حرية بتاعتك زي ما انتو شايفين اهي بصوا العجين لم وما بقاش فيه اي عجين خالص عزاولوك ريحة جميلة آآ وتغيير يعني عن الجبن لأ فول لأ طعمية لأ وكل حاجة الحمد لله موجودة في البيت يعني على ما اعتقد كل بيت فينا في الدقيق في السكر في خميرة اي نوع سمنق اضعف الايمان ممكن تعملي بزيت اي حاجة آآ حاولي تفرحي ولادك آآ ويصحوا على ريحة حاجة حلوة عايز اقولوك ريحة المعجينات في البيت بتبقى جميلة جدا والريحة تحفة بصوا العجينة عاملة ازاي عاملة زاي الملبن تحفة بجد بصي آآ خلص طبعا انا بعد ما عملت العجينة هسبها ترتاح مرص ساعة نسبها ما تستعجليش عليها ديها حقا بعد انتوص ساعة طبعا العجينة خمرت معيها جبتها انا طبعا عاملة القرص دي للفطار فهحشيها جبن انت حابة تستبدلي الحشوة باي نوع مربة نوتيلة حلاوة آآ عجوة ما اي نوع حشوة انت حباها استبدليها بس انا قلت فطار فتبقى حاجة خفيفة فقلت هحشي جبنة اي نوع جبنة بقى هو مفروض تتحشي بجبنة اللي هي الاسطنبولي بتبقى حدقة شوية بسنجدش عندي كانت دي جبنة برضو في التلاجة فقلت لأ برضو اشغل نفسي مش مشكلة فجيب طبعا معي صانية انا بحب احط آآ ورق زبدة في ارضية الصانية اضمن ان ارضية القرصة معي ما تبقاش ملسوعة يعني بس لو انت بش عندي كورقة زبدة ممكن تستغني عن الخطوة دي مفيش اي مشكلة بس وانا خلاص خطة على كده يعني ان انا هحط في ارضية الصانية ورقة زبدة طبعا هتجيبي حتة العجينة زي ما انت حابة القرصة كبيرة صغيرة دي حرية شخصية ترجع ليك انت هتمسيكي الكورة زي ما انت شايفة كده وتفتحي فيها فتحة وتحطي بقى اي ان كان نوع الحشوة اللي انت هتحطيه طبعا ان هنا بحطة جبنة فهحطي الجبنة زي ما انت شايفين انت بقى حابة تستبدليها زي ما اتفقنا مفيش اي مشكلة البردو زي ما قلتلك القرصة حجمها ده يرجع لك انت انا شخصيا بحب الحجم ده بدخل قطعة الجبنة في قلب العجينة ولفها كويس وبتدي الف فيها كده عاملها زي البقجة كده باخد من الجنب ده ومن الجنب ده والجنب ده واقفلهم على بعض وبتدي الفها وحطها زي ما انتوا شايفين كده بس بين القرصة والقرصة لازم تسيبي فراغ ليه بقى؟ علشان احنا هنسيب القرص تخمر معنا تاني بعد ما نعملها كده نص ساعة يعني نص ساعة العجينة تخمر ونص ساعة القرص تخمر طبعا انا هنا عملت قرص سادة وحطيت عليها حبة البركة هنعرفين حبة البركة حلوة جدا 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 وبتقوي جهاز المناعة جميلة بجد انا ولادي مش بيحبوها بس انا عملت اربع وحدات كده اللي هو اجباري لازم يكلوها يعني انا ما عنديش حاجة اسمها بنحبه وما بنحبش انا دايما مع وداهم ان اي اكل دينامة ربنا ما ينفعش ان احنا نقول بنحبها وما بنحبهاش بس هعمل كمية صغيرة عشان ما تكرههمش في الحاجة فلوه كل واحد واحد وعايز اقول لكم النص كيلو دقيق طلع معايا عمل معايا يعني ست قرص لا ستة ايه دول ستة واربع عشرة يعني عايز اقول لكمية حلوة جدا جدا انا بتقالي العشرة دول لو رحت تشتريهم من فرنة ده كيلو بقدي كده احنا ما كلفتناش اي حاجة يعني الحمد لله نشكر ربنا كل حاجة موجودة اكيد في اي بيت بصوا انا قاعدة قدامها هنا بقى كانت مايفل بنتي صحيت وقالتلي الله يا مامي ريحة جميلة مع بقى الشقة واخدت هي الموبايل وبدأت تصور بصوا الشكل والريحة بقى تحفة بصوا جميلة جدا 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 يعني انا جونيرا صحيت ربنا هيخليك يا مامي كان نفسي كل حاجة كده حلوة بصوا اهو عايز اقولك ما تكملوش يعني هي تقريبا ساعة نص ساعة العجينة خمرت ونص ساعة تاني القرص ارتاحت وسوينا الفرن هنسوي ازاي اه 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 اعلى درجة في الفرن عندك انا طبعا معرفش كل واحدة فيكم فرنها ايه بس اعلى درجة في الرف اللي في النص هي مش بتكمل في الفرن تقريبا ربع ساعة عشر دقيقة بكتيره قوي بصوا ارضيتها عاملة ازاي من ورق تحفة وشكلها بصوا هي سخنة جدا بس انا حابة افتحها معاك ووريكم من جوا تحفة جميلة انا طبعا مش قادرة ادقها لانها سخنة جدا مش بحبنا المعجنات سخنة حلوة جدا 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 اه اه طبعا تفطري بها بقى مع كوبية لبن كوبية شاي بلبن اي حاجة يعني مش هتقول لا شاي بس حلوة جدا يلا تشجعي وقوم اعملي بقى كده لشوية ولادك يلا تشجعي بقى وقوم اعملي شوية كده لولادك يفتروا بيوم حلوة جدا مش مكلفة وحطي لبن بودرة في العجين عشان خاطر العظم والكالسوم والحاجات دي كلها مش شرط لولادك اي حد عايش معاك في البيت وبالفة هانا وشيفة واشوفكم في اكلة جديدة من بيت العيلة واكلات نرمين وباي باي